نتفضل أول فيديو دوت إزاي بنعمل حقن جذور الأعصاب ده فيديو كده كارتون أو أنيميشن التعقيم بنعقم الجلد كويس تمام بعد كده بندي حقنة البنج الموضعي ما بنديش بنج كلي أو بنج نصفي زي ما الناس فاكرة هو حقنة بنج موضعي تمام وبعدين نبتدي ندخل بإبرة الحقن بعد ما يكون الجلد تخضر خالص ما فيش أي حاجة بندخل اللي لونه أصفر ده العصب تمام بندخل بالإبرة بتاعت الحقن وإحنا شايفين على شاشة فيديو كبيرة على شاشة جهاز ونبتدي إن إحنا ندي دواء يبين لنا اللي إحنا شايفينه ده دواء هيبين للعصب هشوف شكل العصب الملتهب أول ما بشوفه ببتدي أعمل الحقن وده حقن جذور الأعصاب زي ما انتوا شايفين العصب ده اللي لونه أصفر بعد ما بنعمل الحقن بنطلع بالإبرة والموضوع بسيط جدا وسلس جدا وده الشرح بتاعنا بالأنيميشن الفيديو اللي بعده بقى فيديو حقيقي إزاي بقى بنعمل الحقن دواء المريض حقيقي تمام حننزل بالفيديو برضو أنا بقول لكم لحقوا بسرعة لإنه النهاردة الوقت دايق والمعلومات كتير والفيديوهات كتير يبقى احنا حننزل ده خلاص ده المريض اللي إحنا شفناه تمام بالأنيميشن أو بالفيديو ده الجهاز اللي بيتحرك حوالينا المريض المريض نايم مرتاح مفيش أي مشاكل ده الجهاز اللي بيتحرك حواليه اللي حيبين لي شكل العصب اللي احنا شفناه لونه أصفر في الفيديو اللي قبل كده لكن الفيديو اللي قبل كده كان فيلم كارتون تمام فدلوقتي ده الفيديو الحقيقي بيبقى قدامي على شاشة كده تمام بدي الدواء اللي بيبين لي شكل العصب العصب ده اللي لونه أسود على الشاشة تمام وبعدين بنبتدي ان احنا نعمل الحقن أيوش ده الحقن بقى شايفين ده لون العصب الابرة جنب العصب مش في العصب اللي احنا كنا شايفينها هناك لونه أصفر تمام هنبتدي نعمل الحقن دلوقتي واحنا شايفين الدواء هو ماشي تمام؟ الدواء هو ماشي عند المريض يبقى ده فيديو